اشتركوا في القناة المضارع البسيط والسبل باس الماضي البسيط بالإضافة لبريزن كونتينيوس والباس كونتينيوس وحكينا طبعا مسبقا انه تنسيس في الوحدة الاولى تقريبا بتتنافس على جملتين في أسل الوزارة اليوم رح نطلع ان شاء الله على بريزن بيرفيك المضارع التام بالإضافة لبريزن بيرفيك كونتينيوس اللي جابوا المرة هاي في دورة 2021 اللي بتاريخ 26-2021 لطلاب 2003 بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ ما هو البرزن بيرفيك وما هو البرزن بيرفيك كونتينيوس الآن نظام التقليدي بالشرح كما تعرفون انه المضارع التام اوكي ركزوا معي بالمنطقة هاي المضارع التام البرزن بيرفيك هو عبارة عن سبجيك بالإضافة لها او هاي زائد بيربي 3 لكن فيما يتعلق بالبرزن بيرفيك كونتينيوس البرزن بيرفيك كونتينيوس المضارع التام المستمر هو عبارة عن سبجيك بفرق معي سواء كان جمع او مفرد فالجمع صديق العزيز كما تعرفون بأخذ معي هاي كما أخذنا بالتأسيس بالإضافة للمفرد بأخذ معي هاي ثم فيرب 3 عفواً ثم بن اوكي ثم لحظة شوي مضبوط اذا نكمل اذا ثم بن ثم فيرب ing طبعاً النفي منه فيه كيف النفي منه فيه يعني معنا آخر نحكي haven't وهزنت اوكي ايضاً هو كذلك الأمر haven't وهزنت الآن كالسؤال يا أصدقائي الأعزاء لازل يكون في عندي انه مثلاً have you verb 3 question mark وهازه مثلاً has أو عفواً has مفرد مثلاً زي هي أو شي has he has علي ثم فيرب 3 ونفس القصة انه قاعدة السؤال كما أخذناها بالتأسيس قال بالفعل المستعد مع الفاعل اذا هنا have you have they هنا has he الى آخر ثم بن ثم ing الآن يجي على الفرق بناتهم من ناحية معنا بيحكيهم ربما عن كتابك انه present perfect المضارع التام هو عبارة عن حدث حصل وانتهت الماضية لكن المضارع التام المستمر عبارة عن حدث حصل وما زال مستمر حتى هذه اللحظة كيف طريقة تميز بالامتحان بيحكوا الآن الدلالات كالتالي انه المضارع التام دلالاته already recently just للتو وظهر يكون بمعنى للتو بالإضافة للسوفار للسؤال تستخدم معنا مش وجود بالكتابك بس احتياط واجب ويد تستخدم للنفي فيما يتعلق بذلالات المضارع التام المستمر هو ذلالاته أكثر شمع الشورات for زائد مدة زمنية و since منذ زائد زمن معين طبعا في الماضي خاصة since مثلا يسترده منذ البارحة نجي لآن طريقة أوضح ركزوا معي شوي هون ركزوا معي إذن present perfect حصل وانتهى في الماضي لكن present perfect continuous حصل ومازال مستمر يعبر عنه قلنا هنا هابو هاز سوري هابو هاز زائد verb 3 لكن نفيه haven't hasn't وسؤاله يكون just أو already بالوسط جملة عادية هابو هاز ثم verb 3 نفيه إما هابنت أو هازنت حسب الجمع وفرد وسؤاله هاب سبجيكت verb 3 مع وجود دلال زي إذا لكن مضارع التام إحدى ذلالاته في السؤال ثم هاب أو هاز ثم subject ثم بن زائد ing إلا ركزوا معي على المنطقة هاي في عندك ذلالة هنا four وعندك i جمع إذن هاز غلط هاب ويت لو كان ed بخذها بس غلط إذا شو صف معي هاب بن ويت عندك i فراغ ذبس already الذلالة already وعندك i جمع هاب ب لا مش بين خطأ عندك هاب ويت صح هاز أكيد هاز ما بتزبط مع إيش مع الآي لكن في ملاحظة رح نرجع لها فيها بعد ركزوا معي بالمنطقة هاي نرجع مرة ثانية هاذ كتابك الآن شرحه قلنا we you they I كفاعل جمع بوغذن هاب verb 3 نفي هاب verb 3 و هاب subject verb 3 إذا كان جمع أيضا هي شي اتفاعل هاز verb 3 نفي هاز verb 3 وسؤال هاز subject verb 3 دلالاته just recently already today so far yet كتيرات صح لكن هل تعلم انه هذول اعطاناني احتياط لكنيجي على الواقع اكتابك يادوب 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 اعطاني دلالاته انها recently already بس احتياط واجب لاحظون صينتس العلماء recently فراغ عندك مينغو سين develop إذا عندك الشق الاول have لانه سين تستجمع والشق الاخر developed ايضا ماهر فراغ to the party yet عندك yet تدلع النفي انه بعده ما راحش على الحفلة لانه ماهر مفرد هاز ان arrived في عندك have you ever هاي طبعا كالسؤال have you ever visited لانه have موجودة اذا اكيد verb 3 فيما تعلق بجنو رقم 4 I was true الذي كان حقيقيا in the past وله consequence اثر في الحاضر مثلا I have broken my leg كسرت قدمي so I cannot walk لا استطيع ان امشي طيب نيجي الان على present perfect continuous حكينا انه we أو you أو they أو I أو فاعل جمع بغض have been ing والسؤال or haven't been ing فيما متعلق بالفاعل he أو it بغض has حاطلك احتياط all how long نبدأ بالأول people فراغ عندك since they were in the early 2000 إذن الناس كانوا ما زالوا يستخدموا الأجهزة الخلوية منذ أن هي اخترعت في بداية القرن العشرين أوكي فبالحال هاي بطلع الجواب have been using ننطلق لرقم الثين we are going to aqba again in the summer I ing لكن تعال على البعدي how long وعندك سؤال how long have you have you صح has have you صح لكن لازل كون هنا ing أو been ing إذن خطأ إذن شوصف معي have you been working I فراغ the house أنا دهنت المنزل بدي أدهن وقع بدهن فيه مش عارفين لهذا السبب that's why I have some bit علي بعض البقع على ملابسي إذن بعدي بدهن بس هذه لحظة والله جميل ها بيتغلب يعني خلص وإنما شوف that's why لهذا السبب بالدل على present perfect continuous أي واسب نشوف I is خطأ has خطأ إذا شوصف معي have been using طيب رح نرجع لها بعد شوي بس نشوف أسئلة السنوات السابقة نشوف the government has for a heart to raise the citizen award of human rights has been and verb ing have been working صح طيب البعدي نادية فراغ here homework for two hours عندك نادية مفرد وكيف بالحال has been doing خلص هون وظيفته هو something بدأ في الماضي والآن كنت استمر حتى present وايضا له visible results نتائج ظاهرة لحظة الآن مهم ادرس الجملتين الالتاني وردتها في المراجعة والموجودة في نهاية كتاب الأنشطة where have you been أين كنت I have وعندك four ages إذن بطلع جواب معي تلقائي have been waiting ما زلت أنتظر البعدي he started بدأ الساعة مثلا نقول خمسة صباحا أوكي والآن الساعة والأخ ما زال وإيش استني ما زال يدرس وبحالها يطلع مع جواب هي has been استني هو ما زال يدرس منذ الخامسة since 5 بي طيب خلصنا هون فيما يتعلق بهذه الدرسين لأن نعمل مراجعة سريعة لكل أسئلة الوزارة سنوات سابقة طيب ركزوا معي جميعا هون قدامكم أسئلة وزارة زي ما تعود عليهم بالقطعة السابقة بكزم معي خندور عليها طبيعي جدا يمشوا معي يمشوا معي يمشوا معي في عندك طلب الدراسة الخاصة بالصفحة يظل طبعا نجيل الفين واحد فما قبل لاحظوا كيف جابها I فراغ some paint هون ركزوا معي هون ايوه ما اصبوط ما اصبوط I فراغ the house that's why I have some paint on my clothes هيا جملة الكتاب حرفي قم شوي لما قال لك طالب انه فيها شترا دلالة لا فور ولا سنس فيها لهذا السبب طيب لو سمحت جميعا هون تمام فI فراغ the house that's why I have some paint on my clothes طبعا لاحظوا انه I جمع طيب تعال هون تركز معي I فراغ the house that's why I have some paint on my clothes إذن أكيد هو الجواب مش has لانه I جمع ولا has غلط have بدون ing غلط إذن شو صف معي have been painting صح هون خلصناها نشوف هل إجا أيضا سنوات سابقة نفس القصة نشوف طيب امشي شوي هذور التكميلي بتاريخ 2-1 2021 كلمات where did the tie my sister معناته إجا بالتكميلي هون هاي 2-1 صفحة ثلاث ودار الان عنكو يا اخوان ركزوا ركزوا معي جميعا I farg my car that's why my hands are dirty أنا كذا بهن سيارتي قعب بهن فيها لهذا السبب يدي مالهم متسيختان إذن I ما بتوخذ أو كلنا صحيحات مبدئيا بتوخذ أما بتوخذ هاد بس بالتتابع لما أخذناه بالتأسيس لاحظة I بتتوخذ هاف أوكي بتوخذ هاف والهاف يا صديقي العزيز الهاف بتتوخذ بين والبين تتوخذ ING خطأ IM ED خطأ هاد بين ED خطأ لازم عندي هاف بين والبين شو أخذ ING تمام خلصنا هون بنا نشوف الآن بعد ذلك نكون شباب اللي متحنوا بتاريخ 23.6 يوم الاثنين اللي هو 2021 ركزوا مع إخواني هون هذا امتحان هون طبعا جاولهم ست صفحات خمسة هذين دائر وربعض خلن نطلع كلهم بشكل سريع إذا شايفيني الشاشة عند القطعتين ثم سؤال كلمات ثم بلش بسؤال القواعد من ضمنها 16 بلا شو بل 16 students in my country students in my country أولا هي طلاب في دول تهاية students جمع أصلا students جمع أطلع في دولتي إذن أكيد هاز خطأ إن أطلع في دولتي دير classes online since last semester since إذن since present perfect continuous إذن هاب هاز بين ing فيش قدامك إلا هاب بين attending أتوقع الأمر واضح جدا طيب خلصنا هون إذن خلص أسية وزارة الآن ننطلق إلى الجزء الثاني من حزة اليوم وهو ال past الماضي التام نعمل الآن pause للفيديو